أنا ألتغيكم مجددا في الميدان الشرق هذا البرنامج يحتم برز أهم تطورات على الساحة السياسية السودانية ومجوارها من سرح عناوين كثيرة في سطح الأنباء فندور في زيارة خاطفة وسريعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما سيد الرئيس عقد اجتماعات مع شركاء الحوار وطني اجتماع مع السيسي وآخر معي الحاج المؤتمر الشعبي يشهد سمة خلافات عميقة أدت إلى استغالة نائب العمين العام لكن هناك ما يهمنا في هذه الحلقة وسنركز عليه بالتفصيل أزعد بسمكم جميعا أن أرحب بضيوف الحلقة حيث سيجلس على يدي اليمين الأستاذ أحمد التجاني نائب رئيس المجلس الوطني فيما يجلس معي في الأستيديو الأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح المرحبا بكم ومرحبا بهما في الميدان الشركي سيد النائب مرحبا بالصلاح الظافر ومرحبا للأستاذ حسن عثمان رزق مرحبا للأشاهدين داخل السودان وخارج السودان كل صناح والتطيبين السلام عليكم السلام عليكم والجميع بخير الساذ الحسن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السعادة بأن نلتقي بك الأخ الظافر وكذلك أن نكون في معية الأخ أحمد التجاني والتحية للمشاهدين العزاء ونتمنى أن نقضي وقتا مفيدا إن شاء الله أحداث كثيرة كما قلت لكن دعونا نبدأ بخبر ربما يهم السودانيين بشكل عام غندورها أمريكا حسن عثمان رزق سأبدأ من حيث يبحث الناس عن النهاية السعيدة ماذا تتوقع في الثاني عشر من أكتوبر العقوبات الأمريكية على السودان اللهي أنا أتوقع هي العقوبات ذات شقين أولا هي الشقة المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية وهذا في يد الرئيس الأمريكي يمكن أن يرفع في أي لحظة والشقة الآخر رفع السودان من قائمة الإرهاب الدول الدائمة للإرهاب وهذا في يد الكونغريس أنا أتصور بأنه الشقة الأول المتعلقة بالوضع الاقتصادي يمكن أن يتم لكن الشقة الآخر المتعلقة بالكونغريس قد لا يرفع لأنه هناك أعضاء في الكونغريس يعني يحملون يعني كراهية للسودان وربما يكونوا متأثرين ببعض الجهات المعادية للسودان ولا أظن بأنه سيرفع وطبيعة أمريكا هي لا ترفع عقوباتها بيسر وبسهولة يعني قوبة ظلت أكثر من نصف قرن أكثر من نصف قرن أكثر من خمسين سنة وبعدها رفعه وباما جاء ترامب أعاد يعني مرة أخرى وكذلك العقوبات التي أوقعتها على بلاد كثيرة ما زالت سارية المفعول لإيران وسوريا وغيرها من الدول فأنا أتوقع أنه يرفع الشقة الاقتصادي ويبقى على الشقة الآخر المتعلقة بالإرهاب ويلوح به كارت ضغط بالنسبة للإرهاب مولانا أحمد التجاني شيخنا حسن رزق تفاؤل مشوب بالحذر فالبرلمان تحرك كثيرا في الملف الأمريكي وأنت نائب رئيس البرلمان كيف تقرأ الصورة على ضوء زيارة غندورة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية وزي ما تفضل العقوبات أصلا في الأمريكية المفروضة على السودان من عام السبعة وتزعين يحيز الشقين شق قرارات تنفيذية من الروساء الأمريكيين وشق آخر هو قرارات طابع تشريعي من الكونغرس أنا في مهمنا الآن وما يتحدث عنه هو العقوبات الاقتصادية مفروضة على السودان وحتى الغرار الذي أصدره أوباما في نهاية ولايته كان يتعلق تحديدا بالعقوبات الاقتصادية وكان محدد له 16 يوليو وثم الرئيس الدراما مدت الفترة لثلاثة أشهر أنا أفتقد أن ما يهمنا الآن هو الخطوة الأولى هي العقوبات الاقتصادية وهي حقيقة الذي يتأثر بها الشعب السوداني بصورة مباشرة وكما هو متابعين الآن السودان أوفى حقيقة بكل المطلبات وهذا بشهادة بعض الكبراء وبعض اللجان التي جلست مع الجانب السوداني وبالتالي أقول أنه ليس هناك مبرر حقيقة مطلغا للاستبرار في هذه العقوبات وإذا تكلمنا بالمنطق نحن نتحدث عن الواقع 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 ربما برضو الشواهد الآن يعني كلها من الحوارات التي يعني جرد وتجري ومن خلال المتابعات أنا برضو يعني أتوقع حقيقة أنه يعني ترفع العقوبات في المواعد المحدد حتى ولو جزء كبير منها أو نعم ولا أنا أعتقد أن الحكومة السودانية قدمت كثير من التنازلات تحت الطاولة يعني حتى أن الحزب المطورة الشعب تسائل عن سمن المصالح القادمة إذا جاءت التعبير ما هي هذه التنازلات؟ والله هو مش التنازلات دعاً هو صحيح وار يعني بالأطراف يكون فيه أخذ ورد في بعض المسائل بطبيعة الحال وأي متحاورين لا بد أن يكون فيه يعني تنازل هنا وهناك من بعض المسائل الحركة كانت واضحة يعني حركة الحوار من الجانب السودان والجانب الأمريكي حقيقة كانت واضحة والملفات كانت واضحة سواء كانت المسائلات الخمسة التي حددت وملف الإرهاب وكلها ملفات هي حقيقة معلومة والسودان يعني له رأي واضح في مكافحة الإرهاب لكن ليست سمت ملفات محددة يعني أو تنازلات محددة؟ لا بد أن يعني مش التنازلات بالمعنى إنها هي على حساب البلد وللحساب الشعب السوداني قد تكون في مواقف قد تكون في مواقف تقديرات قد أو تقديرات في هذه الملفات ولكن ليست يعني مسائل جوهرية ممكن أن تؤثر على الناس سأعود لك سيدنا رئيس المجلس الوطني أستاذ حسن عثمان رزق البعض يعتقد أن موقف السودان الحالي من الأزمة الخلية يعني له إرتباط بشكل أو بآخر مع العلاقة مع أمريكا أو اتذام الحذر الشديد من جانب السودان سيد رئيس الوزراء كان من المفترض أن يزور قطر فلحظات الأخيرة تم تأجيل الزيادة هل يعني يقرأ هذا من باب التنازلات يعني الاحتفاظ السودان بموقف الأزمة الخلية وفي محور رياض أبو زبي القاهرة إذا جاءت تعديل؟ يعني هو طبعا يعني السودان لأنه محتاج إلى رفع العقوبات وبالتالي أمريكا برضو هي تحاول تستغيل هذا الضعف لكي تبتز يعني لذلك كان عندها خمسة محاور زادت على ثلاثة محاور محور بتاع الحريات الدينية ونحن نعلم بأن أمريكا هي من أكثر البلاد ليست فيها الحريات الدينية بالمعنى الذي تتهم به السودان لأنه يعني إذا حاولت ورجعت إلى حقوق المسلمين في أمريكا ستجد بأنه يعني ما يعانونه يعني لا توجد مقارنة بينه وبين بعض ما قيل حول اضطهاد ديني في السودان لا نعلمه بالصورة التي قيلت وبالتالي أدخلت ثلاثة أشياء والثلاثة الأشياء هذه واضح فيها الحريات الدينية الحريات الدينية والحريات الأساسية وهذه يعني جيدة بالنسبة للناس كل الناس بيطالبوا بها وتاني مطلب آخر لا أذكر يعني وهذه طبعا واضح إنه فيها النية المبيتة لتمديد العقوبات أما المسألة بتاعة المناورة يعني هناك فرق بين ما هو تكتيكي وما هو استراتيجي يعني السودان الآن حقيقة حتى يحين الوقت الذي ترفع فيه العقوبات يعني ينبغي أن يكون حاذرا في كل شيء يعني أن لا يثير مشكلة وأن لا يدخل في قضايا قد تؤدي إلى تمديد العقوبات يعني تكتيك السياسي مناورة وليست موقف مستراتي كيف يتحدث عنه أستاذي حسن عثمان يعني كنت أتوقع أن تكون داعم للموقف من الحريات داعم للموقف من الحريات أنتم حركة تنادي لا لا الحريات نحن دعمينها إلى النهاية يعني ليس كل ما تقول عندما توصل حكومة باستخدام التكتيك هذا يعني أن الموقف ليس أصيل يعني أنا يعني عند ظن زي ما بقول أنا يعني حتى الآن لم أطميني لأن الحكومة تريد أن تنفذ مخرجات الحوار بالصورة المطلوبة لكن يعني هناك الفرق بين ما يخص الوطن وما يخص الوطني هذا لا بد أن نفرق به فيه نحن في مسألة الوطن نقف جميعا مع بعضنا البعض حتى ترفع العقوبات لأن الذي يعاني من هذه العقوبات هو المواطن السوداني وليست الحكومة يعني المواطنون السودانيون عانوا يعني أشد المعاناة من مسألة العقوبات المفروضة على السودان وحقيقة هي العقوبات الاقتصادية مرفوعة لكن غير مفعلة رفع أوباما يعني من ناحية كذا نظرية مرفوعة لكن ما مفعلة لأنه لا يمكن لجهة تأتي وتستثمر وهي ما عرف بأن هذه العقوبات ستمدد أم لا يعني سما تلاحظ عن حريات الدينية الوزارة التربية والتعليم بالفرطوم ألقت عطبة الأحد للمدارس المسيحية يعني هناك كثير من الملاحظات أنت معلم سابق وتربوي ووزير سابق ووائد يعني يجب أن لا تلغى بالنسبة للمسيحيين لكن كذلك يجب أن نتذكر بأن هذه المدارس التي تدار بواسطة المسيحيين 90% من طلاب وأساتذة مسلمون هذه مسألة لابدت تعطف الاعتبار بمعنى بمعنى أنه إذا المدرسة 90% من طلاب مسلمين يعني فما في معنى هنا تؤجز يوم الأحد يعني 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 يعطى يعني يعطى فرصة ممكن تؤجز الجمعة والأحد ما في مشكلة ما في خلاف في ذلك يعني تؤجز يومين في الأسبوع هذا لا خلافة فيه الحكومة تفترض أنه مفروض تؤجز الجمعة والسبيت يعني يعني لا يفرض عليهم يعني هذه الأشياء تقدر بقدرها يعني لكن نحن في السودان يعني قمنا ما شايفين في يعني تفريقة يعني مش أي مسيحي غلط معنا الحكاية دي ضد المسيحيين فيه مسلم بيقتل مرات فيه مسيحي بيقتل فيه مسلم بيسريك فيه مسيحي بيسريك يعني تختلف عن الممارسة الدينية يعني الأدباط مثلا يعيشوا في السودان يعني سلام فترة طويلة جدا ما يعانونه في دولة أو دول مجاورة لا يعانونه في السودان يعني بالنسبة لهم يتعاملوا الناس معهم معاملة طيبة وكذلك منذ أن قمنا الكنائس طبنا عدد الكنائس التي بنيت في الفترة السابقة أكبر بكثير جدا مما بني حتى في عهد الاستعمار والقوانين التي سنها الاستعمار للحد من التداخل الديني ومنع بناء الكنائس في مناطق المسلمين أو بناء المساجد في مناطق المسيحيين هي أصعب وأشد من القوانين الموجودة الآن حتى هذا الحوار يعني يؤكد على الحرية الدينية حرية الاعتقاد الديني حرية الى خير لكن التدخل في كل صغيرة وكبيرة ساعد ساعد تضارب القوانين تضارب الاقتصاصات يعني عندما حتى اضطر سيد وزير الخارجي على الاحتجاج شو الإعلام على القرار الذي ضربته كمثل في الحرية الدينية إصرار وزارة التربية بلوية فرطم على أن تعطيل المدارس المسيحية يوم الأحد في حين أن هذه المدارس أجز الجمعة ولا حد يعني السيد الوزير قبرت عن عدم رضايا عن هذا الغرار أنا لا أريدك أن تتحدث عن اقتصاص السولاء لكن أود أن يكون مدخل للحديث عن تضارب الغوانين التي يعني قرارات غوانين بسيطة ومحلية قد تضرب سمعة السودان الخارجية وحيث عن ابتداء المسألة التقويم بلتها مسألة التقويم والسواء كان في العام الدراسي أو في دولاب العمل بشكل عام وأنا أعتقد أنه دون من المسائل الحب تبدأ بشكل عام بلات كلها الحب تكون موحدة فيها بلات كلها ولأننا الآن نظامنا حقيقة الفيدرالي يعني فيه مشتركات في كثير من المسائل نملاحظ حتى العطلة الأعياد الرسمية تحدث بصورة مركزية يعني كل ولايات السودان أنا كنت أدمنى أنه هذه المسألة لأنه برضو في بعض الولايات الأخرى فيها قد تكون فيها مدارسة يعني شبيهة بهذه المدارس قد في وسط السودان أو في شرق وقلاه يعني في ذلك أنا أفتكلم أن هذه المسألة يكون فيها بعد اتحاد موحد ولأنه النظمة الدولية كلها يعني الآن في بعض الدول سواء كان في أوروبا أو غيرها بتلقي أن العطلة في الغالب هي السبت والأحد يعني حتى لو مشيت بأيا كانت ديانتك أو كده تضطر أنك يعني توفق أوضاعك وفقا لهذه الله يعني كأنها تؤيد غراراً غراراً تكون عطلةهم الجمعة والسليفة المدارسة المسيحية لا مش أنا أنا ضربت مسألة بهذا فإنه الدولة يعني كلها حق ويكون نظامها هذا المنطقة الذي يسند عائل وزارة التربية والتعليم والاية الخرطومة لكن أنا حقيقة أنا ما كنت أعايز أن المسألة تتولاها ولاية الخرطومة الخرطومة وحدها لأنه برضو قد تكون في مسائل أخرى يعني في مؤسسات أخرى وفي عاملين في الدولة في عاملين في الدولة يعني من المسيحيين وخلافهم وكده أنا قد أعايز أن هذه المسألة النظرة لا تبقى نظرة لكن بشكل محدد بشكل محدد أنه برضو تغيم يعني شنو المشكلة كانت أنا حقيقة أتسأل أنه شنو كانت المشكلة يعني تجير ودي يعني يوم الجمعة ولا أحد فمدارس الأجلز يوم الجمعة سببت يعني وزارة التربية والتعليم ولا تخطي يعني أنا أقصد أنه بأنه من ناحية تحصيلي ونتيجة نهائية لهاذي المدارس يعني هل السؤال هل كان في مشكلة؟ يعني في تباين بين المدارس التي تعمل من الأحد إلى الخميس وبين هذه المدارس يعني كان في مشكلة حقيقية أنه يضطر أن يعمل هذا هذا الكلام أعيقى أنا أتفكر أنه يحتاج حقيقة لإعادة نظر وإلى تقييم ويغيّم من ناحية تربوية قلت من ناحية تربوية لكن لعني أضع السؤال بشكل مباشر هل من حق المدارس المسيحية أن تؤجدهم الجمعة والأحد في تقديرك أنت كناب لرئيس المجلس الوطني والله نفتكر إنها هي النظام العام بالشكل الدولة كلما كان هناك الموضم موحدة وكذا واتساق بيكون أفضل لكن مع ذلك نراعي الأوضاع القصوصية لهذه المؤسسات والمدارس ويعني في مسائل برضو هي ما الشكالة لأنه برضو إحنا القواعد العامة المعروفة عرفا كالمشروط شرطا يعني في مسائل جرى عليها الوقت والزمن وكذا فدائما القرارات الفجائية والقرارات كذا بدون إنها تصل إلى سيقة توافقية كذا أنا لا أشكر إنه هناك مارع إذا حصلت في هذه المسألة توافق بينه ومدارس ومدارس وكذا ومدارس وكذا ممكن أن تكون هي التأتي بعض الكلام الصابق والله يعني هو المطلوب بالنسبة للمسلمين والمسيحيين شونا أنا بالنسبة ليوم الجمعة الصلاة الجمعة يعني إذا أعطيت الفرصة إنه أستعيد للصلاة وأصلي الجمعة ما قبلها وما بعدها مسموح بأنه أشتغل ما فيش فإذا قضيت الصلاة فانتشر وكذلك المسيحيين صلاة يوم الأحد في الكنيسة إذا أعطوا الوقت إذا خلاص ثاني ما في مشكلة يعني بالنسبة للناس لأننا كنا في أنا كنت في أمريكا ما كان عندنا ما بدونا أول شيء معظم مدارس المسلمين كلها بتعجز زي الناس التانية نستبت ولا حاجة في صلاة الجمعة بنستازل نمش نصلي الجمعة ونجي نواصل المحاضرات ولا غيره بل الأعيان ما كانوا بدون إجازة وما زال لا يعني في بداية التغيير لا 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 لأي كان تغيرت بعض التغيير أنا دار دار بشكل مباشر يعني يعني ما في بأي أنا أستكلم حتى مرار بشكل غيره إذا كان النظام هذا الساعد لأي لي السنة لماذا أنت بتغيره في وقت حرج زي ذا في شرط المدربين باللغة لا أنت أنت لا تسيره في هذا الوقت ما كان الاستعمار في بعض بعجز يوم الأحد بل حتى استقلال السودان وقتوا بحيث أن يكون يوم الأحد ما في شي نحب نسبة لي لأيام كلها أيام الله لكن بيحرصوا على مسألة هذه المسألة أنا مع إن ما شايف فيها مشكلة إنهم يأجزوا الجمعة ولا أحد يعني ما تصار ما تصار توزير تربية وتعليم ماذا ستتتخذ يعني الغرار هل تضعون في جدو المتسق مع باغ المدارس أم تمنحهم فرصة الأحد أنا قلت لك إذا المدرسة أساتذة مسيحيين ومعظم طلاب مسيحيين ما نسى الجمعة معدة ومشكلة جمعة مع إجازة نهترى ما نتسلم أو لحد ما هو الأحد يعني إذا الأساتذة مسيحيين معظم والقلبة معظم مسيحيين من حقه نجزهم لحد الأغلبية تمشي مع الأغلبية الإدارة ممكن تعملها لكن في زي ما قلت لك الآن في مدارس خاصة مثلا بدورها مسيحيين إجازة يعني أنا ضد قضية زي دي تساركك قضية دينية ما قضية دينية يعني المهم إنك تدوك وقتك للصلاة سواء كنت مسلم أو كنت مسيحي يعني أنا الناس لو يشتغل يوم الجمعة ما شايف فيها مشكلة بس يدو فرصة للصلاة ساعة للصلاة ما عين جي مشكلة يعني أنا حتى لو الإجازة بيقى تستبيت إلى أحد وأنا أخذت الوقت الكافي في الجمعة ما في مشكلة حديث عن زيارة الرئيس لروسيا يعني تسريبات النوعيس هل أيضا ناسيد ناير رئيس المجلس الوطني تقرأ في إطار يعني الضغط بشكل غير مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك مسار آخر والأ سودان الحمد لله إنه يعني الآن علاقاته مع المحيط الإقليمي والمحيط فضاء الدولي حقيقة يعني مستمر في هذه العلاقات بدون قيود يعني الدولة الآن تجول في محيط الأفريقي في المحيط العربي علاقات مع روسيا علاقات مع بلا روسيا وحوار ممتت مع الولايات المتحدة يعني هو يؤكد أنه السودان يدير العلاقة الخارجية حقيقة بأفق مفتوح وما عنده يعني تحديد اتجاه أو معسكر محدود قلت محسكر محدود هو يدعاما معه وما عنده يعني الآن في الظرف الحالي هو حقيقة بدي مؤشر لأنه السودان عنده أكثر من خيار في العلاقات الدولية ومعروف ومعروف روسيا رغم ما حصل عليها من 1989 والآن من إيار الاتحاد السوفيتي لكن ما زالت هي حقيقة دولة محورية ودولة مؤسرة ودولة حقيقة هي ند للبقابل وقط من الأقطاب الدولية أفتكر أنه سياسة حكيمة ورشيدة وأيضا يؤكد أنه العلاقات والسعي للتحسين العلاقات بعلولات المتحدة يعني ليست هي المخرج الوحيد للسلحان ليست مخاطر على يدول رئيس روسيا يعني هذه المشارة الطويل للطيران طويلة يعني يا تجانب يعني مخاطر أن تعرض للطائرة لا أعتقد سيد الرئيس تجارب كثيرة حقيقة ما بعد إذا كنت تقصد المحكمة الجناية تجارب كثيرة جدا يعني رحلة للصين الشهيرة ورحلة لله يعني في أفريقيا في الجنوب أفريقيا وقطر قبلها قبلها هذه وإلى يعني جميع دول أفريقيا يعني ما يعاد حقيقة أنه هناك يعني تخوف حقيقة أنا أقول أنه من المحكمة الجناية إلى الإطلاق تعال كيف تغرى ديارة الرئيسة بروسيا في هذا التوقيف يعني يعني ما بتلقبي دولة قوية اقتصاديا قوية سياسيا قوية عسكريا هل هل روسيا يمكن أنت ما أظن يعني أنا أظن يعني الآن لو في دولة ممكن نعتمد عليها اعتماد كلي هي تركيا الآن شفت تركيا الآن هي ماشا اقتصاديا وعلاقات معنا علاقات طيبة لكن ما في وإحنا ما بنوظف حتى علاقاتنا الاقتصادية لمصلحة علاقاتنا الخارجية يعني حسنا في دول زي كوريا وزي اليابان يعني نستورد منهم كميات كبيرة عربات واللكترونات وما بعرف وكذا لكن ما بتدعمنا في أي شي لا سياسيا ولا اقتصاديا بالمعنى الموجود الحكاية تمكن تعمل مع جهات اخرى مستعدة تعمل معك يعني او حتى لو داير حتى تجيب العربات اجبروا منه يجمعوا هنا عشانان اقدر اشغل اكبر عدد من العطالة الموجودين لكن انا ادفع لهذه البلاد ببلايين الدولارات وغيرها وما في أي مقابل يعني اليابان حتجيب مع امريكا يعني لما امريكا اتخذت عقباط ضد السودان اليابان وقفت معها هذه زبزر زبزر شديدة ليس لديكم حليف الاستراتيجي سياسة تائية السين اقرب شوية السين اقرب من روس دعنا من الحليف الاستراتيجي لكن بشكل عام السياسة الخارجية للحقوبة السودانية انا افتكر انها يعني متزنة بقدر كبير لا ليس تنازل زبزبة نعم لا ابدا الدليل على الموقف السودان من الازمة الخليجية السودان بتربط حقيقة علاقة يعني بالطرفين من قطر بجانبه ولا دول السعودية ودول العاري الامارات لكن الان لغ بذلك حقيقة وقف موقف يعني معتدل ويعني عبر عن انه فعلا السودان يعني دولة بتدير حقيقة السياسة الخارجية بقدر كبير من المعقولية لانه في هذه الحالة إذا اقتقصت اي موقف يعني ما هذا وزاك يقول انت يعني صرفت الآن السودان سيكون هو داعم للمبادرة الكويتية وقد يكون عنده دور في المرحلة الغاية ما في انه يعني يعني يردي ما حصل من هو بين الله الابتداد العلاقات حقيقة هنا وهناك نفتكر انه مؤشر يعني فيها مع الولايات المتحدة وهذا طبعا هي البواغف اللي اتخزتها غير المولايات المتحدة انا افتكر انه بشكل عام السودان الآن علاقاته حقيقة ممتدة مع كثير من الدول اريد 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 من الازمة الخليجية من الازمة الخليجية ده معتذيل راضي عنه يعني 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 عن رأيه في الموضوع ده لكن انا عايزه قولك انه المسألة ده فيها تذبذب الدليل الاول انه السياسة الخارجية كانوا بديروها اكتر من جهة يعني يعني بالاضافة الى وزير الخارجية في جهات كثيرة يعني حسا الان وزير الخارجية مسؤول على العمل الخارجي كله وفي واحد مسؤول عن العلاقات مع الصين والعلاقات مع روسيا وقبل كذا طاه كان بيبدير برضو جزء كبير ملف من الأشياء الموجودة وبالتالي يعني وزارة الخارجية ليست لها ولاية حقيقية كانت على العمل الدبلوماسي والخارج مسائل زي الدقول في الحرب في اليمن يعني بدون ما حاجة يجو لمجلس الدفاع ولا يجو لمجلس الوطني ولا مجلس الوزراء تقص قرار حتى حتى لو كانت صلاحيات الآن لابد تتغير حسا في أمريكا في غيره في مجالس برجعولة يعني تشوف الحكاية تشوف العفر يعني الحرب جمال عبد الناصر دخل في حرب في اليمن كسر سبعين ألف وطلع من الحكاية دي فيها اليمن دي جبال في جبال في جبال وناس كلها قبائل مسلحة والحرب فيها حتستمر لفترة طويل هذا مؤشر للزبزبة مؤشر للزبزبة لأنه أنا ما في مصلحة كبيرة ولا اليمن الآن الحرب هي مهددة لمكة والمدينة ولا غير بالنسبة لي أنا ممكن أقف مع السعودية والسعودية دولة محترمة ولا بدك عندنا معها علاقة لكن لا يعني بأنوان أخوض لها الحرب وأكثر يعني حلفاء ما وقفهم مع ايران والدول المتاقفة في ذاتها علاقتها ما زالت مستمرة مع ايراني ماذا يقول البرلمان في هذا العام؟ دخلتم في اليمن بدون أرد المرلمان يعني هو المشاركة حقيقة في قوات سواء كان إقليمية أو قوات دولية حقيقة يعني منهج وتجارب موجودة يعني سواء كان حرب الخارجة الثانية أو النزاعات الإقليمية التي تحدث هنا يعني سواء كان على مستوى الأفريقية تحديداً والآن لو يعني نظرت للدول القرب أفريقيا المجموعة الاقتصادية يعني حصلت بأن تدخل في أكثر من دولة خاصة في السنغال في دول أخرى يعني في مواقف محددة يعني تدخل به تدخل بغواد ودي مسألة يعني موجودة في لم يدبغل السودان في الوقت الغريب أن تدخل في دولة حتى؟ نعم ما هو الموقف فأنا أفتكر أنه العملية كانت يتعتلم أنه إحنا لسنا عسكريين عشان نقيم لكن برلمانية قلت نقيم نعم 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 صحيح والإعلان الحرب المقصود هو في الدستورة اللي يطل عليك وده إعلان حرب الدولة على دولة قلتها على دولة بكلياتها لكن هذه حقيقة مشاركة مشاركة بقوات أفتكر أنها محدودة لا تتحدث أنها محدودة كانت تحت إما راية الأمم المتحدة أو راية منظمة الوحدة الأفريقية يعني لما تدخل مثلا في جزر القمر كانت تحت راية منظمة الوحدة الأفريقية وتدخل في مناطق أخرى بيطلب من الدولة اللي هي كذا بعض الدول بتتبرع بأنها تدخل لكن يعني لتجمع اقليمي او فردي او دولة على السنة تمشي تقوط حرب يعني ما عارف نتائجة شنو لفقية يعني محتاجة لفق يعني من نسبة الحكاية دي لفقية جانب الاخر لكن احنا نتكلم عن السودان وضو محيط وحقيقة السودان عضو في جامعة الدول العربية السودان الآن لديه علاقات ممتدة مع الدول الخليف وهذه حماية الشرعية حماية الشرعية وحماية المغدسات الاسلامية عن المغدسات الاسلامية وهو يعني ما كان نعم يعني انا اقول ان له هذه البشاركة يعني ما هي كانت لرد الشرعية الارد الشرعية في اليمن وذي يعني الان في تجارب التجارب الاليونية الدولية يعني ان نؤيد الشرعية في اليمن ليست ليست اول تجربة الان نفوض يعني هذه الشرعية بيحددها اليمنيين علما بانه في السابق السعودية وقفت مع الزيدية اللي هم الحوثيين الآن ضد عبد الناصر لأنه وقفوا مع الإمام أحمد الإمام أحمد كان زيديا اللي هو حوثيين بالمعنى الموجود ضد عبد الناصر فنحن نطالب نطالب باليمن والآن النتيجة حتى الآن ليست في صالح أنه توحد اليمن الآن واضح بأنه الجنوب اليمني على وشك الانفصال زي ما ذكر واحد يمني قال له حالكم كيف؟ قال عندنا رئيسين واحد في اليمن ما قادر يطلع من اليمن واحد برا اليون ما قادر يخش اليمن يعني هذا وبعض علاماهم قالوا ما أصبح اليمن هو اليمن فنحن ليه ندخل نفسنا ونحن ذاتنا عندنا مشاكل لأنك لما تدخل في مشاكل زي دي الذين يؤيدون الحوثيين يمكن يدعموا لك التمرد والجهات التي تقاتل الدولة يعني ما أصلا أنت ما تتصور بأنك توزي شخص وأن لا يوزيك يعني وبالتالي إحنا في موقف ما محتاجين يعني عندنا من العداء ما يكفي ما محتاج إلا أنا ندخل في عدوات ولذلك أنا أظن يعني أولا لا بد أن يعاد في مسألة أن يعلن الحرب بدون الرجوع للبرلمان يعني بين إعلان الحرب المقصودة دستوريا وإنه يعني 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 يعنى يعرض على البرلمان وزي وزي حالة القوارئ وده إعلان حرب الدولة المعانية سواءنا سواءنا ألا على دولة يعني إعلان الدولة هذه مشاركة أنا حقيقة أنا بسميها حقيقة مشاركة بقوات محدودة لا نطلق عليها إعلان الحرب المعروفة دستوريا هل متاح للبرلمان أن يناقش هذه المسألة؟ أن يقدم عدد من النواف إذا كانوا من حركة الإصلاح أو من المعارضة طلب استدعاء لوزير الدفاع أو طلب من رئيس الوزراء؟ نعم طبعا من ناحية دستوريا هل بالإمكان ذلك؟ البرلمان الآن هو يراغب بسلطاته نحن في البرلمان أنا أذكر أنه في الدورة السابقة يعني مشة وفت من اللجنة الأمن والدفاع مشة اليمن ومشة السعودية ويقف على أحوال الجنود السوداني هناك ويقف على العملية نفسها هذا في دور طار الرقابة لماذا لا تسيروا مثل هذا الرقابة وتكتفونا بثارة العواق نحن ما زلنا دافنا فيه خلنا عدينا شهر في البرلمان والبرلمان أجز ثلاثة شهور فهو ألحقنا باللجان مؤخرا وإن شاء الله نشوف الحاجات هل بالمكان أن تطرح مثل هذا العربي؟ ممكن نطرح أي شيء بفايدة السودانيين نطرحه دماء بتراغ دماء مسلمين سواء كانت من السودانيين أو غير السودانيين يعني إحنا أحسن نلعب دور الوسيد زي ما الآن نحن نشغالين مع الكويت عشان يلتيم الجرح الخليجي من دون أن نكون طرف في الحب نحن جربنا أن نكون طرف فضرتنا ضرر شديد فالآن ممكن نحن كذلك أن نكون طرف في أنه يعني نصلح مع بين الإخوة في اليمن خلي يكون في ديمقراطية في اليمن ينتخبوا من ينتخبوا ويرأسهم من يرأسهم بدون ما تتدخل فيهم دول شرقية ولا غربية هذه فعل طبيعة اليمن بس لو سأتغجزوا أخيرا أكد أنه عمليات عمليات عادة الشرعية يعني في تجارة كثيرة أنا أرطريق مسأل بالمجموعة التصادية لغرب أفريقيا في مال وفي غيرة يعني تضخل حصل تضخل حصل تهديد لبعض الدول في أنها يعني مارست له بعض السياسيين مارسوا عمليات لإقتصاب السلطة وغيرها يعني نمازج موجودة نعم حوالما التنازل نعم حصلت جامعه كده حصلت فيها نمازج وكانت فيه استعراض فيه أنه يحصل أنا دارمسي نتكلم بهذا الإطار دارمسي لقدام السيد حسن دارت لمعن برلمان ما بعد الفوار الوطني الآن الفوار الوطني من اكتوبر لأكتوبر عام صحيح يعني الممارسة ما كان فترة طويلة ومضى البرلمان إلى إجازة يعني حتى الفترة السابقة تغييمك للبرلمان هل فعلا هو عكس أجوام ما بعد الحوار الوطني أو الروح التي كانت متوقعة والله كما قلت يعني الفترة بسيطة يعني لا استطيع الإنسان أن يحكم عليها لكن المسألة دي بتجي في الدورة القادمة دورة القادمة لأنه أصلا البرلمان دقيل بأنه البرلمان المنوض به تنفيذ مقرجات الحوار الوطني وأن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المفروض تنفيذ مقرجات الحوار الوطني ومقرجات الحوار الوطني عندها محاورة بالنسبة لنا يعني يعني إذا دفع بها خاصة يعني يعني مقرجات الحوار الوطني 996 توصية ما كلها بالنسبة لنا يعني بعض عظمه متفق عليه ما زاد يعني قدر عينك من التحدث لكن نحن عايزين التوصيات العظم الزي سنوك ده التوصيات مثلا في مجال الحريات يعني الآن ما في أي شيء يدل على أنه في حريات مبسوطة بالصورة المعينة كل البسط ولا في ديمقراطية نحن نقول البلد تكون ديمقراطية يعني الآن التمثيل البرلمان يعني يعني الديمقراطية الموجودة ديمقراطية تمثيلية وليس الديمقراطية بالمعنى المندحة للشعب لأن الآن أي حزب أنا حسا الآن لو عايز أطلع في مسيرة سلمية ما بالدونيزي لو عايز أعمل ليلة سياسية في أي في جامعة ولا في ميدان ما بالدونيزي وما زالت في انتقالات وما زالت في يعني تغيير حسا في ناس والصحف وعملت يعني إيش صحفي عمل لقاء مع شخصي آخر حتى لو كان معالي ما فيها شيء موسى ماشي لفرعون يذهب ربنا قال له ماشي لفرعون ذاته يذهب إلى فرعون وإنه طغى واخلده في القرآن هذا الحوار بينهم وبين مشركين مش كده نمروض وغيره يعني جزء من الحرية إنك تعمل هذه اللقاءات الموجودة سعود إليك شخصي حسن حريات المبقودة يعني أداك نمازج حريات صحفية حريات الاحتغالات السياسية تعبير تعبير الاحتجاز الشعبية كيف فتر منت خلينا نبدأ من يعني دور البرلمان نفسه في الكلام الذي هو قيل لإذن الله صحيح هو يعني قرر في إنه هما الفترة التي قضوها الأخوار نجيو بعض الحوار كانت كافية للتقييم يعني أنا أفكر أنا أحمد له هذه يعني هذا الأطراف وأقول نحن في البرلمان السوداني حقيقة يعني عملنا جهود كبير وعمل مقدر في إنفاز مقطعات الحوار الوطني الجمعية العمومية للحوار الوطني أجازت المقررات في 10 أكتوبر 2012 يعني الآن عام يعني عام نحن بعد سبوعين من الإجازة تحديد 26 أكتوبر وديعت التعديلات للسورية الأولى وشرعنا نحن في البرلمان من خلال اللجنة الطارية في دراسة التعديلات وكانت حقيقة بتعلق بثلاثة مسائل أساسية تقريبا المسألة الأولى استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء ودي كلها مطلوبات عشان تتشكل الحكومة الرفاغ الوطني يعني لو لاها ما كانت تشكل الحكومة الرفاغ الوطني المسألة الثانية اللي هي زيادة أعضاء للهيئة التشريعي الغوامية والمجالس الولائية والمسألة الثالثة كانت يتعلق بفصلا لنائبة العامة لنزارة العدل ودي كلها في توصيات الحوار الوطني وأجزنا حقيقة هذه العدلات ما الذي يمنع الحريات ما الذي يمنع الحريات لا نقلم عن مناخ يحتاج لينية إرادة لأجيب عندما عام كامل لنحقق الحريات يبقى السؤال هذه التدريجة نحن الآن من إجازة المغارات الحوار الوطني المجلس الوطني التشريعي الغوامية عقد الدورتين الدورة الأولى في أكتوبر نهاية ديسمبر والدورة الثانية أبريل يونيو يعني دورتين بالعمر الكامل ستة ستة أشهر نحن في الدورة الأولى لغاية الدورة الثانية أجزنا تعديلين في الدستورة هذا جهد كبير حقيقة أنا أفتكر أنه يعني هل يعني أن الجزء التعديل التاني التعديل التاني السمية يعني إصطلاحا الملحقات الملحقا التعديلات السورية كان هي حقيقة معظم يتعلق بالله مثلا الحريات والكلام كان دار جدل كثير حول المصطلحات وكذا لكن كان هو حقيقة تعزيز يعني تعزيز للحريات العامة وكل ما وصلنا وكان يتعلق حقيقة بالحريات يعني إضافة فقط كان في جزئية تتعلق بإنشاء المجلس القضاء العالي ده بديل للمفوضية الخدمة القضائية وبالمناسبة نحن برضو البرلمان أدخل حاجة ما كان جاتنا في المشروع اللي هي مسألة يعني ما كان في المبادرة جاتنا ما كان ننتبه لها وفي التعديل الأول ما كان نحن نتبهنا لها ولأنه قلنا قد ربما ما يحصل التعديل آخر اللي هي مسألة انتخاب الولاء يعني كان برضو وجدناها في ضمن التوصيات الحوار والانتخابات الولاء طبعا كانت في دسول 2005 بالانتخاب جاء عدناه في 2015 بقبل للتعيين لما نوجدناه في الحوار الوطني ووحدة من التوصيات والشروض كده ادخلناه نحن ببوادرة مننا ادخلناه في التعدلات التعدلات الثانية اللي هي في حزمة الغازمة لا في الحزمة الصابقة في أبريل يعني يعني الولاء طبعا انتخابهم في 2020 ماذا عن الحريات يعني أنا بشكل عمل هو قال قال ماذا لتنعك احتغالات تعليق الصحف يعني اخطاك شواهد هل ليتحقق هذا الرخاء او هذا الحق نحن ننتظر دورة برلمانية ما هو لما نعكس المناخ نحن نتكلم عن انا نتكلم عن اطار هل تتفق معه انا نتكلم عن اطار انا نتكلم عن انا نتكلم عن يعني لو جردنا الآن الحساب يقول الحساب ولد والمناخ العام لا اعتقد ان المناخ الآن اسوأ من ما كان منح جيد في تقدير يعني في تقدير المناخ جيد الآن موجود حقيقة من مساحة من حريات ومن تحاور وتداول وطرح اعراء وكذا افتكري انه مرحلة افضل من ما سبق من ما سبق ومن تحديدا من فترة اجازة مقررات الحوار الآن هذه تعديلات دستورية نحن اجريناها تعديلين المرحلة جاءة مرحلة غوانين ومعروف ان الدستور هو حقيقة بجملة المسائل اللي احنا تكلمنا عن الغوانين تفصل راضي انا اعتقد انه اذا هنالك بعض الاشكالات وطبعا مؤكد انه اي غانون زي تجهد يعني راجعت وكذا مؤكد يتلقى فيه بعض البهنات اذا كان تفاصيل قلنا محلها القوانين لانه الدستور دائما هي متجمر يعني احنا رجعنا لبعض الدستور يعني فيه 20 مادة يعيدنا انه هناك دورة قادمة وانه هناك الكثير من اتمنى الواحد يتفعلك الاخ احمد تجاني الحريات بالنسبة للكبت السابق احسن يعني درج لكن ليست الحريات الحوار قال انه يعني التوصيات الموجودة انه الحرية يعني حق ما الا الدستور يعني ما بالغياء الا دستور واتكلمت عن الالتزام التام بحقوق الانسان كما وردت في العهود والمواسيق الدولية دي صفحة 48 توصي رغم 26 واتكلمت يعني عن الحريات دي بتفصيل شديد بسط الفريات الاساسية وصون كرامة الانسان بال النص عليها في الدستور والقوانين وتطبيقها بدقة لتوصية رغم خمسة في لجنة السلام صفحة 20 في الهلاد موجودة بالنسبة الهلاد فالناس هي جماعة الحرية لا تتجزع يعني حق بالنسبة للانسان الانسان ولد حر يعني يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ومعتهم احرارا يعني فانت الا اذا خالف القانون واذا خالف القانون بتودي للقاضي يعني دي الشيء موجودة يعني حسا الحياة الهم نحن دائرين يعني حاجات نتأكد كده انه فعلا الناس دي الماشيين لتنفيذ مخرجات الحوار وده اللي دخلنا يعني مثلا رئيس الوزراء والله نحن يعني افتكر انه بكر رجل فاضل وما عندنا خلاف وحتى في البرلمان تكلمنا عنه كلام طيب لكن التوسية قالت انه تعيينه بتيم يعني بين تشاور بين رئيس الجمهورية مع المجلس الوطني ما تم اطلع قرار جمهوري طوال بالنسبة الحكاية دي ودي اولى واحدة من المخالفات الموجودة فصل النائب العام عن العدل صحيح دي حاجة كويسة نصطل بنا في الحوار لكن قام معامل مجلس للقاضي خلوه تحت رئيس الجمهورية وزير المالية عودوا فيه ليه طيب تقول تمام burn والرئيس جمهورية لانه يعين القاضي تعين القاضي لكن بعد ذاك القاضي بيحكم على رئيس الجمهورية زي ما سيدنا علي كان هو حاكم خليفة المسلمين وهو اللي عين القاضي لكن مسل امام القاضي والقاضي حكم ضده لذلك لا يمكن ان تجعل ان تجعل يعني لما تجيب السلطة التنفيذية وتدخل معها السلطة التشريعية تجيب القضاء والمحامل والسلطة وكلهم تدخلهم في خلاص انت بتكون خنقت العدل وده اول ما نحن جينا لجينا وجيز قدامنا يعني حتى ما انتظركم لا انتظرنا اننا دخلنا الجلسة الأولى ما من اول مرة رفعنا ايادين لكن ما وجدنا فرصة لانه ما ممكن انت نحن نصينا على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضاية لا بده يكون في فصل تهم بيناته لكن لا بده من شخص يعين البرلمان ولا يعين القاضي لكن القاضي ده مجرد معينه خلاص في مجاله ده ما في سلطة أحلى منه حتى رئيس خرصة الردد تعقيد عنه رئيس الوزراء تم تعيينه تغرار جمهوري عكس ما هو التعيين الرئيس للرئيس منجلس الوزراء هو حقيقة المرجعية والدستور والتعديلات الدستورية تمت والأجازة هو رئيس منجلس الوزراء الغومي بعيد والرئيس وفقا للدستور والتعديل التم يعني المرجعي هي الدستور صحيح هو الحوار كان هو الغاتل للتعديلات الدستورية نعم صحيح الوزراء ووزراء الدولة بيتم بالتشاور مع مع رئيس المجلس الوزراء الغومي في نفس الوقت رئيس المجلس الوزراء الغومي برضو من حقه انه يوصل الرئيس بيعزل وزير او وزير الله الدولة اعتقد انه هي مرحلة متقدمة يعني اتفق معي الأخ عثمان حسن عثمان انه الآن نحن المجلس الوطني تحديدا يعني اندو مساحة على الرقابة للجهاز هناك شواهد اكتر نعم تم استدعاء احمد بلال وتم الآن نعم يعني انا اقول لك انه في النظام الرئاسي طبعا الرئيس الجمهورية ليس مسائل امام البرلمان يعني بصفته كرئيس الجمهورية الآن الآن الرئيس المجلس الوزراء الغومي مسائل امام الرئيس ومسائل امام البرلمان فمساحة مساحة مساحة يعني الرقابة بالنسبة للجهاز التشريعي حقيقة يعني توسعت وزادت بعد هذا التعديل احنا خلينا في جوهر الموضوع المسألة تتعلق اخرى بالاجزة العدلية هو لئس المجلس العدل صحيح جاء هو كم موجود معنا انا كنت رئيس لجنة التشريع العدلي وانا الذي يعني كنت على رأسه ودرسنا هذا الموضوع اتخذنا تعديله يعني عدلنا عدلنا عنوانا الغانون نفسه لانه لما تقول مجلس العدل مجلس العدل كأنه هو يعني جسم فوق الأجهزة العدلية نحن قلنا مجلس تنظيم الأجهزة العدلية لا يقصد عن النايب العام لا ما هو قصد انه النايب العام ما عنده مجلس 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 براسة الرئيس وده لتنظيم الأجهزة العدلية عشان يكون في تناسق يعني برضو يقال الأجهزة العدلية مهما تكون درجة استقلالية وده لتنظيم الأجهزة العدلية وانتا ما بتعمل في جزر معزولة يعني النايب العام ده هو كيف يمصل الى ادعاء لكن عادة الفصل بين السلطات لا توجد مثل هذه المجالة لا أبدا يعني هو الرئيس الرئيس بسلطة السيادية يفترق عن رئيس مجلس الوزراء يعني الآن المجلس ده حتى كان يعني فيه مقترح انه يكون فيه رئيس مجلس الوزراء لكن ما دخل هو رئاسة الرئيس فيه رئيس الغضاء فيه النايب العام فيه وزيرة الداخلية يعني ده كان الوزارة الداخلية باعتبارها انه اجهزة عدلية مساعدة للعمل العمالي يعني هو مجلس مجلس لتنسيق العمل العدد وليست هو مجلس العدد تفرق بين مجلس العدد كاتجزين هو مجلس تنسيق وتسمناه تنسيق نعم نعم ادخل وزير المالية لا وزير المالية يعني احنا في التجربة حتى اذا اصلا تنسيق مفيه صريف مفيه اي حاجة وزير المالية تدخل حتى عندنا في تجارب نحن الآن مفوضية غومية للخدمة القضائية أنا قلت بحكم عندنا عضوية فيها وذي جاد بعد نيفاشة في 2005 وزير المالية مرضو عضو في الله لأنه بالذات الفجاز القضائي المفوضية غومية للخدمة القضائية وفيها نقيب المحامين عشان مرضو يحصل نوع من الله المقصود هو عمل التنسير وزير المالية موجود باعتبار عشان ينسر بعض المسائل لكنه ليس هو ما عنده رأي فني او رأي هو يدخل فيه في هذه الأطراق لتنسير بعض المسائل هناك دعوات صدرت من أعضاء بارزين في البرلمان تجلوا للتمديد لرئيس الجمهورية لفترة راسية جديدة يعني إلي حد هذه الدعوات تختلف عن أرضي سائل أقرأ عنها في الجرائد لكن ما جاتنا في المجلس الوطني حد الآن يعني لا أعلم بأنه حد يتقدم بهذا المخترح هل هناك إمكانية لمساعدة؟ والله نفتكر يعني أنا ولا أنصح السيد الرئيس حتى لو كل جماهير السودان طلبت ذلك يمددوله ما حقه يقبل ذلك أنا أديك مثال علي عبدالله صالح ده من أكثر الناس اللي خدموا اليمن وحد اليمن وعمل فيها طرق وعمل فيها تنمية غير مسبوقة لكن لأنه مدد لنفسه في الآن أصبح الآن شخصية يعني من أسوأ الشخصيات التي مرض على اليمن لكن أنا متأكد لو كان رفض وتنازل والله كان حيعتبر بطل من أبطال اليمن شفتا وكان ختم بطريقة كل الذين حاولوا أن يمددوا بطرق يعني غير سليمة يعني أنا أفتكر كانت النتيجة بالنسبة ليهم ما كويسة فالأخر رئيس يعني يكمل لنا قصة مخرجات الحوار دي ويعني يعطي الفرصة لآخرين غير ماذا يقول سيدنا برئيس البرلمان يعني من إمكانية دستورية يعني هو الإختصاص ليس إختصاصة للمجلس والواطني فإنه يقرر ابتداء أنه هو يعني موددة مسألة حقيقة حقيقة مسألة هي سياسية بمعنى بمعنى أنه الرئيس ما هو رئيس لحزيب والحزيب عنده يعني هياكله يعني غرار حزبي ما غرار تستوري لا لا غرار في الابتداء أنه غرار حزبي يعني قرار هو غرار حزبي وإضافة لغرار حزبي برضو القوة المشاركة الآن يعني أنا أتكلم عن من هو الذي يقرر يعني نحن كمجلس أو اللاهية تشريعية إتداءا ليس نحن الذي يعني نحن لا لازم ما هو تعديل دستوري أي تعديل دستوري لازم يمر عبر البرلمان لكن إتداءا الفكرة أنا أقول أنه الفكرة يعني مجتمع إتداء من البرلمان الفكرة هي فكرة سياسية رئيس ورئيس حزبي هل هي الفكرة موجودة؟ أنا الحقيقة لا علم لي أنه هو الرئيس يبدأ ثور المدد لكن العروب أنه الرئيس أعلن أكثر بمره لكن في النهاية يعني أنا أقول أنه المسألة متروكة للتقديرات الحزي تنطقل للتقديرات ليس البرلمان لكن ليس البرلمان إبتداءا أنه يقرر إبتداءا أنه يعني الدستوري قلة من الدستور الانتقالي يا للدورتين دورتين يعني مفهومة يعني التحايل باللغة والألفاظ ومحاولة تعديل الدستور دورتين معروفة أنه زول ما يكون عنده أكثر من دورتين الآن الرئيس مش عندك ناس في ناس موجودين ما أظن حوى والدة يعني بيكونوا في ناس موجودين إذا كان أصله هو القصر أنه الحزب عايز يكون حاكم الناس اللي خلفه عندهم ممكن بكري غيره هل هناك أزمة بديل؟ أنا أفتكر أنه غير أنا لا أعتقد أنه نحنا نتكلم عن أزمة لكنه موضوع لسا نتكلم أنه سابق لأوانه ما زال أنه أدوب يعني وما سابق لأوانه يعني مطروح يعني مطروح لا مطروح على مستوى المؤسسات يعني لا مطروح على مستوى المؤسسات هل هناك أزمة بديل؟ أنا أفتكلم أنه لا يوجد حزب مثل المنطور الوطني يكون هناك مشكلة في بديل فأي شخص يعني لا أزمة بديل لكننا نتكلم أنه المبدأ المطروح الآن يعني ما طرح بتاع المؤسسات أنا أفتكلم أنه يتغرر فيها المؤسسات في الوقت المناسب انتهى الوقت المخصص ودائما هناك سما السؤال الأخير شيخ حسن الامبراطورية آل رزق المالية يعني بتجعلك وضع مريح وينافح ويقاتل بشراسة هذه الامبراطورية نمت في عهد من الغاز لا بدا يعني بدأت من قبل أولا هي ليست امبراطورية الناس يعني إذا بيتكلموا عن الرازي الرازي يعني أولا في واحد وردن عنده 22% فيها وكان في واحد سعودي خرج بالنسبة لها وكلام اللي بيقوله عن غندور غندور هما يعني أول كان عميد بالنسبة لها ودوه 5% منها وفي تاني واحد عنده 8 وثاني واحد عنده 8 وتاني شراكة نعم يعني يعني عندنا برده اختنا عندها خمسة من أولادها أو طباء برة مقتربين ومشاركين في الموضوع هذا وأنا شخصية آل رزق ما درهم يشتغل في الإنقاذ دي غير أنا شاهدت أصلا منصب حكومي مابه حتى أحمد ما اشتغل أصلا في وزارة الصحة، ولا منصب حكومي كمال اشغال في منظمة الدعوة ما عنده اي صلة بالحكاية وبدت برهن بيت ابونا ابونا كان في الرياض عنده بيته واداني او رهناه وبعد ذلك عملناه بمركز طبي والمركز طبي يتطور حل نفسه بعد ذلك دخلنا في الشراكة مع اخرين في مسألة الرازي وانا شخصيا لا تجد امبراطوري لكن في تقدم الحمد لله ربنا فاتع علينا نحن الحمد لله منذ ان ولدنا قبل حتى يكون عندنا شيء الحمد لله ما جوعنا ولا عرينا ولا كلنا والدنا كان خبير زراعي جدا كان خبير زراعي ما عندنا مشكلة لها ما كنا اغنية بالمعنى ده لكن حالنا الحمد لله مستور يعني ماحتجنا ما مدينا ييدنا يعني الحمد لله ان شاء الله حتى مموت ونحن مستعدين اول ناس جيبوا لينا والله سيمة شنو بسموه من اينا لكم هذا وديبوا خليكم رئيسي رئيسه شيعين شفتها لو لقونا نحن لو لقو شك والله تقني يعني عدمونا كمان هذا كلام جيد شيخ أحمد التجاني ملاحن التجاني عندما كنت رئيس لإحدى النجان رفضتم دفع رسوم العبور في أحد طرق المرور لاي هذا الآن صحيح يعني هو كان حقيقا موقف نحن مدارين نستوسق الكلام ده على ما اسكر في أغسطس 2015 يعني أنا بعد شهرين من التسلمين للإجنة للتشريع والعدل نحن ماشيين سجن الهدى الزيارة وكان وقتها تقريبا هناك الرسوم للعبور مجيزة وكذا واعتبرنا نحن كنا بس كنا دارين نتأكد لماذا رأب ذلك؟ لماذا رأب ذلك؟ لكن كنا دارين نتأكد من الهدى لأننا كنا دارين نتطلع على العنوان الذي يؤمن ونحن كنا ماشيين أنا مش كنت ماشي أحمد التجاني كشخصة لكن كنا ماشيين كمؤسسة دستورية وكبرلمانية وكنا دارين نتأكد إنه ما في سسنا لأنه برضو واحدة من كاننا يعني مهامنا في إنه نتأكد إذا في سسنا بسسنا كامورو لكن كنا دارين نتطلع العام فمش رفضنا لكن كنا طالبنا بالغرار وإنه ما فيه استثناءات ولما نعرفنا إنه ما كان فيه استثناء في للغرار أنا أذكر تحديدا يعني للدقة معاي كان محمد بريمح صب النبي الآن هو وزير في شمال داخور هو كان حقيقة قبل هو اللي كان معانا في العضو في اللجنة وكان اتفقنا إنه قلنا خلاص صار ما فيه استثناء كان هو التحديدا كان ماشي اللي سدد الرسوم عبرنا ماشينا الحساب خالص عبارة جيدة نستحق أن نختم بها هذه الحلقة الشيغة من الميدان الشرقي وننوث هذه الحلقة السيئة